موسيقى موسيقى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومولاه مرحبا أهلا بكم أحبة المستمعين إخوة المشاهدين في هذا اللقاء الجديد وفي هذا الحديث عن حدث عظيم أقلق العالم بأجره وبأكمله حدث لا تراه الأعين حدث يسير بأمر الله عز وجل هو مخلوق مسير وليس مخير فنسأل الله عز وجل بفضله ومنته وكرمه أن يرفع هذا الداء عن الأرض والبلاد والعباد والدنيا يا أحبة هي ليست دار سعادة أبدية فهي متقلبة في الحقيقة بين العسر واليسر وبين الضيق وبين السعة جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأقداء وهذا لا شك أنه صعب المنال ولهذا عندما سئل الإمام أحمد رحمه الله ورضي الله عنه فقيل له يا إمام متى الراحة الإنسان يبحث عن الراحة فقال الإمام عند أول موضع قدم في الجنة فمفهوم كلامه رحمه الله أن الدنيا هذه في الحقيقة هي محفوفة بالمخاطر محفوفة بالأوبئة والابتلاءات وبالأزمات لكن في الحقيقة إذا نظرنا إلى الجانب المشرق فإنه يخففها يا أحب حسن الظن برب الأرض والسماوات ولهذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه والله الذي لا إله غيره ما أعطي عبد مؤمن شيئا خيرا من حسن الظن بالله عز وجل وقال سهل رحمه الله رأيت مالك من الدينار في منامي فقلت يا أبا يحيا ليت شعري ما قدمت به على الله عز وجل فقال قدمت بذنوب كثيرة فمحاها عني حسن الظن بالله سبحانه وتعالى وذلك الأعرابي عندما سأل ابن عباس قال من يحاسب الناس يوم القيامة فقال ابن عباس الله عز وجل فقال الأعرابي نجونا ورب الكعبة فإنا الكريم إذا قدر غفر ولهذا يا أحبة وجب على الإنسان أن يتوكل على رب الأرض والسماوات ويعلم يقينا أن المخرج الحقيقي من هذا الداء ومن هذه الأوبئة هو حسن الظن وحسن التوكل على الله سبحانه وتعالى ولنا في السنة العظيمة المطهرة مواقف عظيمة لهذا لما سمع المشركون بخروج النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه من مكة جعلوا لمن جاء به مئتي بعير ولمن جاء بالصديق مئة بعير وصار الناس يطلبون الرجلين في الجبال وفي الأودية والمغارات وفي كل مكان حتى وقفوا على ذلك الغار الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه وهو غار ثور فاختبأ فيه حتى يبرد عنهم الطلب فجاء المشركون حتى وصلوا إلى فم الغار فقال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لأبصرنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ظنك باثنين الله ثالثهما انتهت كل المخاوف في الحقيقة بعد هذا القول العظيم وبعد هذه الطمأنينة فأحسن الظن بالله واعلم يقينا أن هذا الوباء يا أحبة لا شك أنه سينتهي وأن هذا البلاء سينجلي وأن الخير قادم وأن الحياة ستعود على طبيعتها فإن حدثوك عن أمر مخيف فحدثهم عن رب لطيف ولنبتعد يا أحبة كل البعد عن الرسائل المقلقة نحن في كل يوم كلما نستيقظ فإذا برسالة فيها نوع من التشاؤم فنصف أمراض المجتمع يا أحبة إنما هي من هذه الرسائل وهذه الشائعات التي لا أصل لها في الحقيقة وتأمل معي عندما يستيقظ الإنسان من منامه ويكون فأله تلك الرسالة التي تتحدث عن أرقام الوفيات أو عن عداد الإصابات كيف سيكون نهاره ذلك بل إن البعض يقول يعني كم من مرة أو من حديث الناس عن الوباء أصبح يخيل إلي في كل مكان في الطعام وفي المقام ذلك الداء حتى بدأت بغسل الفاكهة أكثر من مرة وبدأت أشك في من حولي ولا شك أن هذا مرض وليس بحرص وكل ذلك بسبب الشائعات وقد أثبتت الدراسات الحديثة أن الإشاعة تسبب في الحقيقة الإنهزام النفسي والموت البطيئي ولهذا في الحرب العالمية الثانية تفاجأ هتلر بأن هناك ثلاثة من الجنود قد خالفوا أوامره فقرر عقابهم بطريقة غريبة حيث وضع كل ضابط في السجن لوحده وقال لهم إن في كل سجن من هذه السجون سنضع تسريبا لغاز قاتل وسيقتلكم خلال ستة ساعات وبعد مضي أربع ساعات فقد ذهب ليتفقد أولئك الضباط فوجد أن ثلاثة منهم قد ماتوا وأن الأخير بدأ يتشنج ويلفظ أنفاسه الأخيرة والمفاجأة أن موضوع الغاز إنما كان خدعة وحربا نفسية ليجعل العقول هي من تقوم على قتلهم ولهذا نهى الإسلام أتباعه أن يطلقوا الكلام على هوائنه وأن يلغوا العقول عن كل شائع وتفكيرهم عند كل دائع وهذا خطأ ولهذا الشائع أو كذبة ربما تأتي صغيرة كالكرة الثلجية ثم بعد ذلك تكبر كلما بدأت تتدحرج وكلما دفعها الناس وكثير من الناس للأسف ينساقون وراء كل ناعق ويصدقوا كل قول داع مارق ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال بأبي وأمي كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع وفي رواية كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع فيجب علينا يا أحبة إرجاع الأمر لأهل الإختصاص ولهذا قال الله عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم علمه الذين يستنبطونه منهم فحريم بنا يا إخوة الإبتعاد وتقليل مثل هذا الكلام عن حديث الجائحة لأنها أصبحت مقلقة في الحقيقة للمجتمع لا سيما لكبار السن ولهذا يقول أحد الأخوة يقول إذا جلست مع والدي مع الوالد والوالدة تخيرت من الكلام ما فيه إسعاد لهما تأمل في فقه هذا الرجل وفي نظره إلى بر الوالدين يقول نظرت إلى أفضل الكلام واخترته بطريقة جميلة ورأيت فيه سعادة لهما وانشراح لخاطرهما فهذا في الحقيقة روح البر الحقيقي إذا صح التعبير وفيه لا شك بث للتفاؤل وحسن الظن بالله عز وجل ولهذا سأل أحدهم الحسن البصري فقيل له هل تعرف رجل مستجاب الدعاء فقال لا ولكني أعرف من يستجيب الدعاء وهو الله عز وجل الذي هو أقرب إليك من أنفاسك قوم عرفوا الله عز وجل بحسن ظنهم وبفطرتهم السليمة ولهذا يقول ابن الزبير قال لي أبي الزبير في مرضه الذي مات فيه قال وهو يصيني قال يا بني إن عجزت عن سداد شيء من ديوني فاستعم بالله فاستعم بمولاي فقال ابن الزبير يا أبتي من مولاك فقال الزبير الله فقال عبد الله بعد ذلك فوالله ما وقعت في كربة أو في ضيق أو في دين له إلا قلت يا مولى الزبير اقضي عنه الدين قال فيقضيه ولهذا يقول ابن القيم والله ما تذكرت هذه الآية في ليل أو في نهار إلا ارتاحت نفسي وما تذكرتها في صباح إلا أمضيت يومي نشيطا عند قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما في الحقيقة هذا هو الفهم العميق لعلاقة الإنسان بخالقه هو الذي نحتاج إليه في حياتنا وفي ديننا وفي تعاملاتنا مع بعض البعض فإذا كان الخالق القادر المقتدر هو نفسه سبحانه وتعالى الذي قال في الحديث القدوسي أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بما شاء إن خيرا فخير وإن شرا فشر فماذا يمكن للعاقل أن يظن بربه عز وجل والله يقول فما ظنكم برب العالمين وماذا يمكن الإنسان أن يتوقع من خالقه وبارئه ورازقه سوى الخير وأمة الإسلام يا أحب كما تعلمون من خصائصها أنها أمة مرحومة خصها الله عز وجل برحمات متعددة لم تنلها أمة من الأمم وفي حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل والمعنى أنهم يعني مجزيون بخطاياهم في الدنيا بالمحن وبالأمراض وبالأوبئة وأنواع البلايا ومثلها في عداد الأمم كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض ومع هذا فهي في الذروة العالية قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إنكم توفون يعني تتمون سبعين أمة قال إنكم توفون أي تتمون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله حديث الرواه الترمذي فالأمة إن أصابها يعني ما يحبون حمدوا الله وشكروا وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبروا يعطيهم ربهم حلما وعلما من عندي سبحانه وهم أكثر الأمم استجابة وتلبية فلم تكن أمة أكثر استجابة في الإسلام من هذه الأمة فمن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وتلا قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس ومن هذه البشائر يا أحبة أن الأمة محفوظة هذه بشارة لكم أن الأمة محفوظة مهما تكالبت عليها الأمم ومهما كثر فيها الأوبئة أنها محفوظة من الهلاك والاستئصال لا تهلك هذه الأمة بسنة عام ولا يسلط الله عليها عدوا من غيرها يستأصل شأفتها ولو اجتمع عليها من بأقطارها يعني من بالأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله زوى للأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوالي منها وعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة عامة وأن لا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسها فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة وهذه لشك أنها من البشارات العظيمة وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم استبيح بيضتهم ولأ اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا حديث رواه الإمام مسلم فهذه أحبة من البشارات العظيمة أن الله عز وجل ما قدر هذا الداء وهو لا يسير إلا بأمر الله مسير بأمره وليس مخير بفعله فإن ذلك فيه خير عظيم والله عز وجل قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوء ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر وبشر الصابرين نسأل الله عز وجل أن يرفع هذا الوباء وأن يرحم العباد اللهم عافي مبتلانا واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى موسيقى